موسيقى أهلا وسهلا بكم من جديد المهندس وسيم معكم اليوم القطعة التي سنرسمها هي القطعة الموجودة أمامي بالصورة الهدف من الرسم هنا أن أريد أن أستخدم الـ Work Plane وتعليم التناظر لنرى كيف نطبقه سأبدأ سأختار مستوي سأرسم بالنظر للصورة لدي هنا مستطيل أو مربع 40x40 40 هنا 40 سأرسم Dimension سأختار هنا 40mm هنا 40mm سأقوم بالنظر 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 سأختار 40 حاليا سأرسم المجرى لديك المستطيل 30 24 هم نعمل 30 نعمل و هنا منذ 24 يجب أن يكون هناك منتصف الشكل في النظر المنتصف المسافة يجب أن تكون بين حافة هنا هي عشرة عشرة من هنا عشرة من هنا أفوا هناك خطأ صغير هنا 24 يجب أن يكون 40 لقص 24 من هنا يجب أن يكون المسافة بمعنى من هنا من هذه الضلاء إلى هذه الحافة ستكون 10 أو 5 أفوا هذا أصبح معي بشكل جيد هنا 5 بخمسة 8 أخطأ 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 هذا المجرى جاهز حالياً أريد أن أرسم كما ترى سطوانة قطر 35 و هناك ثقب قطر 18 سأخذ سطوانة و أبدأ العمل هناك دائرة قطرة 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 30 35 عمل سطوانة نقوم بحاجة قطرة قطرة مرفأ c وجد مرفق مرفق التطوانة المنتصف سأرسم منتصف القطعة بشكل أفقي سأعطي طول بمقدار 20 سأجعل نقطة المركز الدائر ينطبق على هذه النقطة 20 منتصف سأجعل سأجعل مسافة البسق من هنا لهم 100 100 طول إذا طرحنا منها 40 سأجعل 60 60 موزعة 30 30 برمي فمسافة البسق هي 30 سأقوم بالشكل Extrude بمسافة 30 هذا تم البسق بهذا الشكل سأجعل 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 برج جميل الدائرة سأجعل دائرة متحدة معها بالمركز لكن بقطر 18 سأجعل سأجعل Extrude تخيار Cut اختار الدائرة قطع يشمل الأخير سأختار مثلا 40 حسنا يفتح المجرى هكذا الشكل أصبح جاهز تقريبا حسنا لتكرر الرسم سأجعل الخطوات أو سهل الأمر باستخدام تقريبا سأخذ مستوى سأحدد السطح هنا و السطح فتلقى Workplane سيتشكل Workplane هو منتصف المسافة بين السطحين المتوازين هنا بتفعيل تعليم التناظر سأختار السمات التي سأجعلها هي الأسطوانة السقب وال السقب الموجود داخلها حددت السمتين الميرور هو هذا السطح سألاحظ أنه ستتكرر عندي السمتين على الطرف الثاني بشكل متنازل تحريك الشكل لاحظ أنه الجسم جاهز كما هو مطلوب طبعا الورك بلين أخفي عن الرسم وأبقي الشكل كما هو السمتين السمتين